نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح وكلنا تطلع إلى مستقبل لليمن مستقبل آمن ومستقبل مستقر ينعم فيه أهل اليمن كلهم من أقصاه إلى أقصاه بالحرية والكرامة والعيش الكريم هنا نحن في التجمع اليمني للإصلاح بحضر موت ندعو إلى الشراكة المجتمعية ندعو إلى أن تكون كل الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية تتعاون من أجل الحفاظ على حضر موت حضر موت المحبة حضر موت السلام حضر موت التنمية لا بد أن تكون حضر موت بعيدة وفي منأة عن كل الصراعات وعن كل مظاهر العنف هنا في حضر موت تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية لا بد من الحفاظ على هذه المكتسبات لحضر موت يحتفل التجمع اليمني للإصلاح اليوم ولا يزال اليمن يأنه تحت وطأة الإنقلاب ولا بد من تعاون كل القوى للتخلص من هذه الحرب الظالمة ونحن اليوم نحتفل بالذكرى الثانية والثلاثين لجيام الإصلاح الإصلاح حقق قفزات نوعية في مختلف مناحي الحياة فهو اليوم يقود العمل السياسي ويقود العمل الاجتماعي وهو اليوم في مقدمة الصفوف التي تدافع عن الجمهورية وتناظل من أجل استعادة الدولة وتخليصها من الإنقلاب وتمكين الدولة واستعادة شرعيتها نهني حزب التجمع الإصلاح بالنسبة عيد الثاني وثلاثون كما سلفت حزب الإصلاح حزب عريق حزب ممتد على مستوى العالم سلميته وأدابه وسلوكيته قيادة حكيمة فعلا بصماته في كل مكان وطني يحب الوطن كلها الأشياء تلاشت إلا هو باين على مشارف الأرض ومغاربها وإن شاء الله ربنا ينصر يمنا ويكون يمنا سعيد وقادم متعافى إن شاء الله كما بعض المفكرين أشاره قالوا أي كفر منظم لا يهزمه إلا سلام منظم وأوصي نفسي وأوصي يكون من يقول لا لها الله أن يقف حول هذا الحزب لا يمكن تطلح بلدنا ونستقر ونتعافى ألا إذا ما تحبينا وتقاربنا ووقفنا حول ديننا وبلادنا وخوتنا ترجمة نانسي قنقر